استقبل حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمجلس قصر الوادي هذا اليوم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وأصحاب السمو أنجل جلالة الملك المفدة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وكبار أفراد العائلة الملكة الكريمة ورئيسي مجلسي النواب والشورى وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين بالمملكة والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين قدموا لجلالة الملك المفدة أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة زواج نجله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة على كريمة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حيث بارك جلالة الملك المفدة هذا الزواج الميمون متمنيا لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حياة زوجية هانئة وسعيدة معريبا جلالته رعاه الله عن شكره وتقديره لهذه المشاعر الطيبة التي أبداها الجميع بعد ذلك تقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهانية والتبريكات بمناسبة زواج أخيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من كبار المسؤولين وجموع المواطنين الكرام المهنئين بهذه المناسبة ومن جانبه أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة عن فخره واحتزازه بتشريف حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حفل الاستقبال بمناسبة زواج سموه من كريمة سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني بحفظ خالد رب الجلال بحفظ خالد رب الجلال بحفظ خالد رب الجلال ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر